مرحبا بكم يا طلاب رياض ومدارس الوطن العربي هل دارستم سابقا ما أخذناه عن خطوات القسمة؟ الآن سنكمل باقي الخطوات وسنبدأ رحلتنا مع المسألة اللفظية قبل أن نبدأ بالحل يجب علينا قراءة المسألة وفهمها جيدا ولا تنسى يا صغيري أن كلمة وزعة أو قسمة تعني الحل باستخدام القسمة هيا نطبق الحل ما خولها ثمانون قطعة حلوة؟ تريد تقسيمها؟ على ضيوفها العشرة فقم نصيب كل واحدا منهم؟ الحل يجب أن تنتبه أن جملة القسمة تبدأ دائما بالعدد الأكبر وهو المقسوم ثم العدد الأصغر وهو المقسوم عليه وعند التحقق يجب تطبيق قانونه وهو المقسوم عليه ضرب الناتج يساوي المقسوم أي ثمانية ضرب عشرة يساوي ثمانون نستنتج القسمة على عشرة فمثلا ثمانون تقسيم عشرة كما ذكرناه بالمسألة السابقة نقوم بتوزيع الثمانون على العشرة ونلاحظ الناتج تمانية الآن سوف نبدأ بفكرة القسمة على عشرة عند الضرب العشرات يجب أن يكون الأصفار في كل الكفتين متساويتين الآن سوف نقوم بشرح القسمة على عشرة هيا بنا قسمة يا صغاري لا تحب الأصفار فهي تقوم بحثفها هل تعرفون كيف؟ هيا لنرى كيف تقوم القسمة بحثف الأصفار من خلال الأمثلة التالية ستون تقسيم عشرة قوم بحثف أحد المقسوم وهو الصف مع صفر أحد العشرات تصبح جملة القسمة ستة تقسيم واحد أي العدد تقسيم واحد يساوي نفسه وقد تم إيطاء العدد واحد لقب هل تذكرون ما هو يا ثالث؟ أحسنتم إنه المرآة ستة تقسيم المرآة ماذا يساوي؟ ستة ممتاز مثال آخر نقوم بحثف صفر أحد المقسوم مع صفر أحد العشرات أي تصبح جملة القسمة تسعة تقسيم واحد شارة كل سعادة فوقها ودائما بهذا الترتيب مرة أخرى المقسوم نضعه تحت الرمز هو خمسة وثلاثون المقسوم عليه نضعه على الكرسي هو ثلاث ما هو العدد الذي إذا ضربته بخمسة كان الناتج خمسة وثلاثون هو الناتج ونضعه فوق الإشارة سنتم وهو سبعة مرة أخرى نضع المقسوم تحت الرمز والمقسوم عليه على الكرسي والناتج على الإشارة مرة أخرى المقسوم تحت الرمز والمقسوم عليه على الكرسي والناتج على الإشارة ممتازين الآن يا بطري هيا افتح دفترك وأكتب الواجبات وقم بحلها مع ورقة العمل هذا هو الواجب الأول وهذا هو الواجب الثاني سنتم لكن بخط جميل ومرتب هذه هي ورقة العمل ترجمة نانسي قنقر